لم تغب كثيرا عن المشهد حتى عادت إليه بقوة ومثل كل مرة صراع نفوذ وسلطة هي التأميم المحافظة الغنية بالنفط لا يكاد يمضي عام حتى يتنازع عليها الفرقاء بعد أن تحولت من محافظة جامعة لألوان الطيف العراقي إلى قنبلة موقوتة أشعل فتيلها دستور بريمر عندما ضمها إلى ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها قبيل الانتخابات بدأ الصراع أكثر ضراوة فهنا الكاظمي الطامح لعلاقة جيدة مع الأكراد الذين بدورهم يحاولون إعادة المدينة إلى ما كانت عليه قبيل استفتاء الانفصال عن العراق حيث تجري منذ مدة طويلة مفاوضات ماراثونية بين بغداد وأربيل تشمل عدة ملفات على رأسها كركوك عرب وتركمان التأميم يرفضون بشكل قاطع إعادة قوات البيشمرق إلى المحافظة محذرين من زج المحافظة بصراعات إقليمية تتولد منها أخرى طائفية وعرقية وهي الأوتار التي تجيد القوى السياسية العزف عليها لا سيما في المواسم الانتخابية بين كل الأطراف المتنازعة هناك ميليشيا الحجد التي أحكمت سيطرتها على التأميم وحولتها لقاعدة عمليات متقدمة فاستثمرت وجودها عسكريا واقتصاديا خصوصا وأن للمحافظة ثروة نفطية هائلة فضلا عن موقعه الاستراتيجي الذي يشكل جزءا من جدار امتداد للميليشيات من اديالا حتى سنجار وفي قضاء سنجار هناك ضيف ثقيل على المشهد حزب العمال الكردستاني أو البككة هو أيضا يمتلك مقار في كاركوك وتربطه علاقات وثيقة بميليشيا الحجد في إطار اتفاق تخادمي ضمني يوصل ايران بسوريا من خط الشمال وعلى ذات المنوال الاول تتمحور الخلافات بين شركاء العملية السياسية على تقاسم المال والسلاح والسلطة عبر خلق بيئة خصبة بالمعضلات الطائفية والعرقية وحتى الحزبية لتبقى البلاد رهينة لمزاج الاحزاب ومصالح الميليشيات هذه كاركوك مثال شخص